صفعة جديدة يتلقاها أعضاء حزب شاس من أصدقائهم في الاتلاف الحكومي فوزير الأمن القومي إتمار بن كفير اشترط التصويت لصالح قانون تعيين مئات الحاخمات في البلدات والمدن اليهودية مقابل أن يضم إلى مطبخ الحرب وبذلك يعيش الاتلاف الحكومي أزمة هي الأصعب في تاريخ هذه الحكومة ففي حال لم تتسبب في سقوطها ستجعلها حكومة عاجزة غير قادرة على تمرير قوانين هامة بغياب عنصر الأغلبية بعد خروج جانيس من المشهد السياسي أو من حكومة الطوارئ كانت هناك ضغطات على نيتنياهو هو وسموترش بأن يكون جزء بعد خاصة جانيس وإزنكوت الذين خرجوا وأصبحوا الآن في المعارضة السياسية كان هناك ضغطات بأن يكون سموترش أو إتمار بن جفير بشكل خاص الذي كان يطالب وفجر هذا الموقف الأخير خاصة بعد أن أعلنت حركة حماس موافقتها ومرونتها على صفقة التبادل ضم بن جفير إلى مجلس الحرب لا يعيد بنهاية الخلافات بل يعني صدامات ومواجهات مباشرة مع رئيس الحكومة بنيمين نتنياهو وقادة الجيش الإسرائيلي فمواقف بن جفير معروفة وواضحة يريد استمرار الحرب على قطاع غزة والتصعيد في الحدود الشمالية ويعارض إبرام صفقة تعيد الأسرة هذا فضلا عن أن ضمه قد يعرض إسرائيل لانتقادات دولية واسعة ورغم قرار شاس بالتصويت لصالح قوانين الائتلاف إلا أنه قرار مؤقت وفق بيانهم وقد تجد شاس نفسها مجبرة على إسقاط الحكومة مع عجزها عن تمرد قانون واحد لصالح جمهورها مع بد استدعاء الحاردين لتقديم الخدمة العسكرية تفقد أولا هيبة نتنياهو وهابة الدولة وتفقد هيبة الحرب بوجود شخصية مثل إتمار بن جفير والكل يعلم خاصة بسبب الانتقاد وهذا ما سيجعل أكثر لهذا سرب بالإعلام تحت مصدر مسؤول بأنه سوف يكون هو سرا بمعنى لكن السؤال الأكثر علي شكل تأثيرا في القرارات واضح جدا أن لدي جزء من القرارات لكن ستكون على الهامش في نهاية الأمر نتنياهو الذي يقرر ما هو الجيد والغير جيد في نهاية الأمر بن جفير يعرف تماما أن نتنياهو لن يسمح بضمه إلى مطبخ الحرب وافتعاله لمشكلة يرى بها بعض المحللين بأنه جزء من حملته الانتخابية التي بدأها منذ الآن وهو ما يرفع شعبيته في صفوف جمهور المتطرفين والمستوطنين ما يجعل مستقبل هذه الحكومة إن لم ينتهي بمبادرة نتنياهو شخصيا فأنه مستقبل حكومة مشلولة وعاجزة